أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمام الدولة الكبير بالصناعة ودعمها وتسهيل كل المعوقات التي تواجهها مشددا على أنه سيتم الانتهاء من إزالة كافة المعوقات القائمة في مواجهة الاستثمار كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه لعدد من مشروعات الهيئة العامة للاستثمار جدية الدولة في تناول المشكلات التي تعوقوا الاستثمار والتصدي لها احنا بنبذل أقصى جهد في ظل الظروف اللي احنا بنتكلم عليها ديت وهي ظروف كانت قاسية على الدنيا كلها على العالم كله على دول صناعية متقدمة واقتصاديات متقدمة جدا عندها وفرة في كل شيء لكن الأزمة بتاعت كورونا والأزمة بتاعت الأزمة الروسية كانت لها صدمة كبيرة جدا جدا على العالم وعلينا لكن احنا حاولنا بقدر الامكان وبنحاول ان يكون اقل تأثير ممكن واحنا ان شاء الله يمكن اتصور شهر او اتنين بالكتير نكون كل المعوقات اللي جبنا بنتكلم فيها تكون خلصت اشتركوا في القناة